السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم كله امل وتفاؤل سيدة من ضمن بعض السيدات اللي عندهم نظرة تشاؤمية حول موضوع الحمل كانت كتقول بان الحلم ديالها مستحيل ككل سيدة متاخرة في الانجاب وسبحان الله ربي كافها وجزها وعطاها طفل ديالها ما شاء الله يعني من بعد هاد الصبر والحرمان من بعد نظرة المجتمع الى المرأة اللي ما كتكونش يعني كتحمل بسرعة بطبيعة الحال هاد تجربة هاد فريدة من نوعها وصفات اللي جربت هاد السيدة وكانوا السبب في الحمل ديالها من بعد الله الكل والمزيد ان شاء الله في هاد الفيديو الى كنتي مشتركة جديدة معايا في القناة تحاولي انك تشجعيني بواحد اللايك وكذلك تشتركي لعجبك المحتوى ديالفيديو حاولوا انكم تزيدوا دعموا لي القناة لان فعلا فيها مواضيع مفيدة لكم كاملين وكذلك يعني وصفات مجربة وناجحة ان شاء الله تجربة ديالها الاخت هذه مع تأخر الحمل تجربة صعبة ومريرة لعدة اسباب من اهمها نظرة المجتمع للمرأة اللي كتكون متأخرة في الحمل والانجاب هناك العديد من العوامل اللي كتسهم في عدم حصول الحمل غير المرأة الرجل كذلك ممكن يكون احد اهم هذه الاسباب يعني ضروري الازواج معا يكونوا كيديروا الفحوصات معا لان هذا الامر هذا المرأة هي فقط السبب لك يكون يعني وراء تأخر الحمل يعني التزوج ديالك ضروري يقوم بواحد الفحص معين باش يعني يكون سليم ويكون عنده فرصة لحدود الحمل بطبيعة الحال هاد السيدة هادي يعني ضروري مشت الطبيب شافت يعني الفحوصات الهرمونات الجهاز ديالها التناسولي الرحم ديالها وما الى ذلك يعني حاولت انها تيقن من السلامة ديالها الجسدية لانه النفسية ديالها تقترت وتوترت اه بفعل يعني بعض الكلام الجارح اللي كانت كتسمعهم المحيطين حولها اللي ما كانوش كيحترموا المشاعر ديالها اه بطبيعة الحال حاولوا انكم ديما تجنبوا هاد طاقة السلبية حاولوا انكم تبتعدوا عن هاد الناس اللي اه المحور ديالهم هو انهم كيسولوا اسئلة ما شي في الخصوصيات ديالهم يعني هاد الامر هادا هو خاص بك انتي والزوج ديالك فما كانش يحد اللي يعني محيط بك غادي يعرف حسن منك فحاولوا انكم ديما تبقوا في واحدة روح ايجابية باش ما يوقعش لكم خلل في الهورمونات وباش تكملوا في المشوار ديالكم البحث عن الحمل ربما كذلك يكون تأخر الانجاب ناتج عن بعض الاخطاء في نمط الحياة غير صحي ويعني هاد الامر هادا كيسهل العلاج دياله عند الطبيب يعني الطبيب من اللي تقومي بالمراجعة دياله كي يوصف لك الدواء على حساب الحالة ديالك كيعرف كيفاش انه يتصرف وربما يعني سيدات عندهم نمط حياة غير صحي هو السبب وراء تأخر الانجاب وكيعطيهم شنو يتبعوا فهذا الامر هادا كيتوقف على حساب الحالة ديالك كين كذلك بعض الاطباء كيفضلوا انهم يعني ينتظروا مرور سنة كاملة او اكتر على عدم الانجاب للبدء في وصف الادوية ما لم يكتشفوا اسباب تتطلب ذلك لان يعني مجرد ما تمشي للطبيب غادي يسولك كم سنة يعني مرت على الزواج الى كانت اكتر من سنة او سنة ونص هنا غادي يبدايعتك يعني احدى الادوية اللي ممكن انها تساعدك في حصول الحمل بسرعة اقل من سنة ماشي من حقيعتك ادوية خاصو ضروري يعطي الجسم ديالك الفرصة يحمل طبيعي الى ما كانش تتم الحمل الطبيعي هنا عادي يتدخل بمساعدة الادوية لان بزفد الاطباء يحاولوا انهم يسرعوا من وطيرة الحمل وكي بدوا يعطيوا المريضة ديالهم ادوية مبالغ فيها باش كي يحدد واحد تنشيط قوي وهد الامر هدارة في غاية الخطورة حاولوا انكم تختاروا الطبيب المناسب وتمشيوا عنده باش ما تتوقعوش في واحد الخطأ اللي هو كبير وكبير بزف هاد السيدة هديك تقول انا متزوجة منذ 12 سنة بعد مرور ستة اشهر فقط راجعت الطبيب انا وزوجي كانت سبب قلة الحيوانات المنوية خضعت لي عمليتين تلقيح صناعي ما نجحوش واخيرا فكرت يعني في اطفال الانبيب عاشت يعني واحد تجربة تأخر لانجاب الاسباب غير معروفة يعني الفحوصات ديالها ما فيهمش مشاكل يعني الزوج عنده واحد القلة في الحيوانات المنوية ولكن هاد الامر ما كانش كيمنع بالمرة حدود الحمل لانه عنده واحد العدد كافي لتلقيح هاد البويضة هدي بطبيعة الحال الاطباء اكدوا على عدم وجود سبب واضح لتأخر الحمل الا ان الحالة ديالها النفسية وكثرة التفكير كانت السبب في التأخر يعني كيف مديمة كنقول لكم راه ممكن نفسية ديالك فقط تؤثر لك على حدود الانجاب حاولي انك ترتاح يعني كين بعض السيدات كين بعض الاخوات يعني كنتبعهم في اليوتيوب متأخرات في الانجاب يعني كيكون يعني السبب غير واضح الفحوصات سليمة ما عنده مش مشاكل ولكن كيكون كثرة التفكير يعني التفكير في واحد الامر بواحد القوة واحد الرغبة واحد اللهفة ممكن انك يأخر لك الانجاب يعني هاد الامر هاده يوقع في الدماغ ديالنا يعني احنا ما كان عارفوش كيفاش نتصرفو مع الجسم ديالنا خاص يعني تعطي واحد الاشارة لجسم ديالك ان مسألة الحمل حاولي انك تنسيها ولو ان الامر صعب للغاية عند السيدات اللي حديتي الزواج السيدات اللي عندهم سنوات من الحرمان ولكن ضروري انك تحاولي تشغلي راسك بواحد الاشياء اللي تكون يعني كتتبعدك من هاد الموضوع باش انك ترتاحي وتخلي الجسم ديالك مرتاح وكذلك الهرمونات ديالك يرجعوا يتضبطوا هرمونات الإبادة يعني هاد التفكير الزائد كي يؤثر على هرمونات التبويض بصفة خاصة يعني الهرمونات ديال الإبادة ممكن ما توقعش الإبادة بالمرة سيدة يعني تجيها دورة منتظمة ولكن لا إبادية يعني ما فيهاش البويضة يعني ماشي تعتقدي بأن ما دام كتجيك الدورة هاد الأمر هذا ماشي مقلق وتأخر الإنجاب عندك يعني ما عادش يكون ولكن راح خاصك تعرفي بأن واخد جيك الدورة الشهرية ممكن أنك تكون عندك الدورة لا إبادية ما فيهاش تبويض هاد السيدة هاديك تقول بأنها وصلت الوحد المرحلة الصعيبة وصعيبة بزب تفكير ديالها في الحمل ارقليها التفكير ارقليها العقل ديالها ولت متعبة منهارة يعني بكلام الناس اضطرات وكذلك كانت تجي المنزل ديالها وهي كلها يعني اكتئاب كلها قلق توتر زائد عصبية شديدة في المنزل ديالها يعني الحياة ديالها ولت مقلوبة رأسا عن عاقب يعني ما بقتش الحياة سعيدة كيف ما كانت في الأول بطبيعة الحال هذا الأمر هذا جعلها أنها تمشيل واحد طبيب نفساني باش تعالج الموقف يعني باش لربما يعطيها واحد الأدوية اللي يعني تهدئ لها الأعصاب ديالها بكثرت ها التفكير الزائد في الحمل بطبيعة الحال من بعيدا عن الأطباء رجعت الحياة ديالها عادية رجعت حياتها لطبيعة ديالها رزقها الله بطفل سبحان الله يعني من بعد هاد السنوات من الحرمان تصادفات كذلك مع سيدة نصحتها بواحد الوصفة اللي هي قوية وصفة كانت سبب من بعض الله في الحمل ديالها هاد الوصفة هادي المكون الرئيسي ديالها هو القرنفل كيف ما كان عارفو بأن القرنفل فيه بزاف ديال فوائد كانت يعني واحد الوصفة كذلك في القناة ناجحة بزاف ديال سيدة تجربوها وكانت يعني ناجحة ما شاء الله يعني في الحمل ديالهم بطبيعة الحال القرنفل اللي شربت منه السيدة بعد الطهر مباشرة ثلاثة أيام متوالية من القرنفل يعني نصف ملعقة من القرنفل كل يوم ممكن انا هتحمل بشكل سريع من بعد الله بطبيعة الحال القرنفل كيف ما كان عارفوه غني بالحديد اللي كيزيد من فرص الحمل بسرعة وكذلك القرنفل مصدر غني بالمعادن مثل السوديوم الماغنيزيوم الفوسفور اللي كتكون مهمة جدا بالنسبة للسيدات المتأخرات في الإنجاب مصدر كذلك غني بالألياف الغدائية وبالتالي يساعد على منع الامساك لدى المرأة وتسريع من حدود الحمل يعني عنده بزاف ديال فوائد حاولي انك يعني تناوله مباشرة ثلاثة أيام متتالية مباشرة بعد انتهاء الدورة ممكن تسرعي به من حدود الحمل علش الله ويحصل عندك الحمل بسرعة هذه السيدة هذه توكلت على الله درت النية ديالها جربت الوصفة كيف ما قلت لكم حاولت انها تريح البال ديالها من فكرة الحمل مبقاتش متوترة رجعت الحياة ديالها الطبيعية وسبحان الله رب يكرمها بالطفل ديالها ما شاء الله وتنتو ما كذلك ما تفقدوش الامل ديما خليوكم تشبتين بالحلم ديالكم كتروا من الدعاء لحوا في الدعاء باش ربي يستجب لكم ان شاء الله كان هذا هو الفيديو دياليوم اتمنى الاعجاب ديالكم لا تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة الى اللقاء مع فيديو جديد بسلام عليكم اشتركوا في القناة